أهلا بحضراتكم جديد طبعا التأهل كأول المجموعة من شأنه إنه بيجنبك إن أنت تتصادم في الدور اللي جاي مع أحد فرق المستوى الأول لأنك هتبقى في المستوى الأول كأول مجموعة فهتلعب أحد التواني لما تطلع التاني هتلعب أحد الفرق المؤهلة أو المتأهلة كأول المجموعة يفرق كتير فنين لا لا بالعكس لما هتلعب المباراة وإنت مركز وخاي وعمل حسابك قوي ومحترم المنافس قوي وشايل هم المباراة قوي أنا ما بخافش على الأهل ما بخافش على الأهل غير لما تستسهل الأمور بالعكس أنا شايف إن دي استنفار قوي خاصة خاصة هو المستوى تلفرق ده ما زيان بيا جماعة ما تأهلش الزمالك ونظم ودي ناديين أي واحد فيهم كان يعني مرشح إنه فنلعب النهائي سبق ليهم حمل الكاس مرشح إنه يلعب النهائي إحنا عايزين نقول عايزين نقول إيه هو ده معناها بقى إن اللي ترشحه آآ أكثر كفاءة من الزمالك لا ولا اللي ترشحه أكثر كفاءة من مازينبي الزروف مجموعة الزمالك عند عظوف بس أنا بتكلم على إن الموقف بتاع المجموعة لا يعكس حقيقة قوة الأندية في أفريقيا إلا إذا كانت القوة تقربت إلى درجة لا يمكن التصنيف معه طيب هفكركم دور المجموعات اتعمل في البطولة من سنة سبعة وتسعين وكان الأول بيصعد أول المجموعة مباشرة إلى الدور قبل النهاية إلى أن تم تعديل البطولة النظام الأولاني ده قعد أربع سنين اتعدلت بعد كده بداية من ألفين وواحد حتى الآن بنظام تقاهل أول وتاني كل مجموعة طبعا بقى دور ستاشر بعد ما كانت دور المجموعات في دور التمانية بقى دور ستاشر وأربع مجموعات المجموعتين اتعاملوا من سبعة وتسعين لألفين وتمنتاشر أربع مجموعات كانت من سنة ألفين وتسعتاشر حتى النهار النادي الآلي سبع مرات في أفريقيا يحتل المركز الأول في مجموعته طب إيه اللي حصل هل دي كانت ضمانة أو مؤشد أنه يكمل بنجاح في السبع مرات اللي الأهلي طلع فيهم أول قدر يفوز بالبطولة أربع مرات يبقى أربع مرات من السبع المتآهل كأول فاز بالبطولة في ألفين وخمسة وألفين وتمانية واثناشر وألفين وتلاتاشر في مرتين خد المركز التاني ألفين وسبعة وألفين وتمنتاشر مرة واحدة بس تآهل وخرج من دور التمانية كان في ألفين وتسعتاشر خمس مرات الأهلي احتل المركز التاني وصعد يعني دي المرة السادسة هتكون بس على فكرة زي ما المهندس عادل أشار ده مش مقياس لأنه في الخمس مرات اللي الأهلي طلع تاني جاب البطولة تلات مرات يعني أكتر من نص مرات التآهل هي ستين في المية تطلع أول تطلع تاني معدلك ستين في المية التلات مرات حصل على اللقب أعوام ألفين وواحد وألفين وستة وعشرين عشرين مرة واحدة تآهل للنهاي وخسر اللقب ألفين وسبعتاشر ومرة واحدة خرج من الدور قبل النهائي في عشرين عشرين ده يمكن اطلالة كانت مهمة جدا عشان نقول لكم ربما كان الصعود كتاني ازا كان فنيا بيجنبك كان الصعود الاول صدام خوي فالصعود كتاني من شأنه استنفارك بشكل الصعوبات تناسب الاهل الصعوبات تناسب الاهل الاستخفاف لا يناسب الاهل ده كلام مهم جدا